تأخذ الأعطماء وتأخذك وتفضل تعمل عليها عجيب كل صورة واحد والحكاية دي بتخليك تقدر تقضع أجيال جديدة بفتنس أحسن من خلال الفتنس 15 عدتا من هيب القبعة. المشكلة كانت تجاهدت حتى الآن لقد تكلمنا عليها كانت تتكلم على انتجرنامج. يعني تتكلمين مع ورما كانت تحق تمانية يعني كرموزوم 2 ثلاثة أنصوم ورد المسأل عدد الجانب أم ها؟ والتاني دي كانت الأرقام فينا فرقم ثلاثة مثلاً فرقم التسعة ها؟ ثلاثة تكت ببزنجة الزيدة كان ثلاثة زي واحد 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 زيو زيو لو انا اعتبرت ان فيه خمسة بيت في كرموزوم مثلاً الثالثة هذه الثلاثة، الثلاثة زيو وزيو حسناً وزيو وحسناً أعتبرت انتابع من إيه؟ كنت تنين كرموزوم كنت ننهيه لحسب الـ cross-over point ونملك يبتنين وشمالين وشمالين وتطلع التنين كرموزوم بعد عملية الـ cross-over وبعد كده تختار واحدة بيه؟ random هنا وهنا بكامل عملية هنا بكامل عملية ومهنا عملية بعد عملية العمليتين دول كده أصبح عندك الديلي بديدة بنسلية ايه؟ office frame لان هذا ما عملية كده فمتستمر بقصة على كده بالنسبة للتنين دول وهكذا كل generation ده هيطلع منه ايه؟ كل اتنين يطلع منهم اتنين هلو كده؟ ايه دلوقتي مشكلتنا؟ انا عملية هي المقدمة دية تبقى اتنين ثلاثة ايه دول عشان هنكرش معك النهاردة مشكلة دانية عارف مثلا لو انت حبيت تعمل بصفة مباشرة حبيتور انت المقدمة وانت مقدمة فوانت من المقدمة والإد Ph وانت المقدمة بصفة مغرغة هنا, maximize f of x equal x square where x starting from 2.1 الحاجة في 2.8 هناك إلي مشكلة زادية زايد مشيناتك أنا عارف إنك عارفت بحل اللي هاي أنا بنافش معك، إذا عايز عملها جمياتك السلشي سبريز بتاعك النهاردة بتغير عن برر الإفت هناك كالانتجر نموز 0 1 2 3 تعمل لها بالعكس وإننا بنعم الconversion من decimal لبيناري أو من إنتجر يعني أصب لبيناري يبدأ لما الحيب تعملها عملية كرسة أوفر إذا ما تنفع الشامل عملية كرسة أوفر والأربام تنتهة وتسعة لازم تحولهم بايناري وبعد ما تحولهم بايناري تحديد كرسة أوفر وتاكس يمين الشمال والشمال يمين والتاني طالعا تعرف تعمل عملية كرسة أوفر طب الميتيشن هنش تنفع تتعمل وهي أطفاك كده ألوك تسعة وتتعمل عملية الميتيشن وكلمة تدقى وتطرى أنت وتعمل عليها عكس الدوش بتاعك تبقى تنفع تمام؟ فإحنا كنا بدعم الconversion from integer to binary في حالة كرسة أوفر نعمل العكس إنتا لما تكن بتعصي بتصممش مشكلتنا النهاردة مختلفة شوية في إيه؟ إن انت باع عندك نمبر بدلا ما كان هنا بتاعتك هنا بتاعتك أصبح وهي النمبر خير؟ طب وبعدين هتعامل معها إزاي دي؟ صعب كده؟ الجينات هتبقى معها إزاي الأرقام اللي فيها فراجشة دي؟ ها؟ عارب بيعمله إيه؟ طب الأول حد عنده بتراحة حد عنده بتراحة نعمل إيه في المشكلة دي؟ أنا عايز هعمل التراثة زي ما عملتوا التراثة رقم ثلاثة من هذا الشاش البينوري؟ أنا عايز هل التراثة 2.1 بالبينوري؟ حد عنده بتراحة؟ دي من فيها إيهي؟ في كذا طريقة؟ ايه؟ نعم ؟ نعم؟ بالتعريب ازاي العربها من 3.23؟ أمام صده ايه؟ امام صده إيه؟ ميسام عام صدرا ما يستود بره على اي قوي. فهو اه يعني اشتبه انا قاعدين نشتغل بالسرشي سبيس ده و انا قاعدين ازل من غير الابساميش. فنحل انك تحول الريال نمبر الى انتجار نمبر. ازاي ده من كده. انت مشكلتك انك النهارده عندك ريال نمبر ار هي ريال نمبر. السرشي سبيس فعتك بدأ من كده. من 3.1 من 2.1 زي 3.8. هلو كده؟ تمام. طب انت نفسك تحوله اللي بقى كده؟ اه عايزة خليق ازيله اه 21. طب ما تعمل بتعمل انت ازاي? فانك بتعمل انا لو بتشتغ كنورد. خبين اتو دي? بيحاول بس انه مراتي بيجمع من اتو دي هاردوير بعملو صوف وير. ها? عملو اي صوف يعني انت ده هتعمل ديت لو كان من كزا لكزا لو سمحت تخليه الابوت يبقى زيرو. اما لو كان من من مخارف اه من 2.1 لحد اه 2.2 خدهولي زيرو. اما مثلا من 2.2 ل2.3 خدهولي اه 1. انسوا من. فانا بعمل ازيل؟ بصوا بك. انا نخلي هنا اي وهنا ار. ار ده ده ديه النمبر و اي ده انتجار نمبر. اشتركوا في القناة بس فانت هتابي الconversion من برية بانتجر بهذا النصار انت عايز تحويلها تزيله بعد الثلاثي واني الثلاثي واني الثلاثي واني الثلاثي واني الثلاثي واني الثلاثي دلوقتي يا شباب احنا هنعمل conversion من 2.1 و 3.8 تكون لها بيها النمبر تحويلها الاني الثلاثي واني الثلاثي واني الثلاثي واني الثلاثي واني الثلاثي الثلاثي واني 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 الثلاثي و مثلا زي بان. ايه مشكلة الكربه ده? انك انت افطرت two point two. مثلا جات هنا. والاتنين دول تدوب the same. انتجر. يبقى تخيل لو انت عندك اتنين floating point number عبرت عنه zeroes once بنفس الاركاب. طبعا مش ننفعش. الجينات ما ننفعش فالصي. صح? ده مش مصبوط. فعشان كده حتى بنعمل linear relationship بين الاريال والانتجر. اتجاب تعمل انا مش الconverter بس اتجاب لك اي software. حب? كده بقى في correspondence. انا اي اي value اجيلي في النص. مجرد اطلع كده اجابها بالكام كار. صح كده لها? ماشي? ده سؤال مش معنى. او ما ينفعش كنت اختار مثلا من zero لحد او من zero لحد او ممكن. طب تغيير الاركام تلك انعكس عليك ايه? ايه رائع? في دقة الrepresentation تحت الاركام تاعها. كل ما تكبر عدد bits. يعني انا كرمزوم تم بيت يا شباب. هنا لو كنت شفت الدول هتلاقيس 52 numbers. اللي هي equal to power 5. يبقى الوقتي عندي 5 bits لكل كرمزوم. كل كرمزوم. حب ادي 1 2 3 4 5. 2 3 4 5. همام؟ طيب. هنا بقى عندنا عايزين من نعمل. ممكن نعمل 6 bits. اوه. ما فيش مشكلة. هم? بس ده حساب ايه? حساب بقى memory. configuration اكتر. اكيد. هم? يبقى دايما هتلاقي فيه مشكلة عندك. عايز تزاود دقة الحسابات بتاعتك. اوه. ما فيش مشكلة بس على حساب ايه? الميموري والbits والprocessing الاكتر. كمام؟ فليه بقى؟ لانك انت لقبلك مشكلة خطيرة. اللي هي انك انت لما تيخواب بقى اي رقم هنا على الفكرة ممكن يطلع لك الاي ومتطلعش ان تشوف. مش لازم الاي تطلع معاك ان تشوف. يعني ايه? ممكن يطلع معاك هنا. زي انت شايفنا زيرو والي واحد والي اثنين. وتستمروا تقصى على كده الحادثة ممكن انت بقى اختار الوين في النص دي تشوفها كده. تلاقي الcorrespondence بتاعها بين الاثنين. طب ازاي دي يكون انت شوف? عايتين يشوفي المشكلة دي. ايه يطالع علاقها بين الاثنين? بين الار والاي? عايز اجيبها اه? فانت الوقت يجايبها كرافيك. فانت لا عايز تتعمل مع مثل هذه الامار من مسائل التوشيناتك اللي فيها الان برضي يعني. يعني. فانت قدام اخاني من اثنين. يعني ما تجيبها كرافيك لجهازة شكل. وامكان ما نصحقش بيها لانك بيطلع حدود غير بيطلع بيكم. انك انت دايما انت قريب بتاعك ما بيطلعش بيطلعش فالأفضل ان انت. فالأفضل ان انت تجيبها من خلال حد يقدر يستنتج للأكوشن دي. اجيبها ازاي كالفونكشن اي والار انا عايز اجيب دلوقتي قبل ما احد اي حاجة الاد فونكشن في الار. عشان تعمل الكثة دي ببساطة هنقول الآتي. عارف النقطة دي ونقطة دي اسموهم ايه لو كان ده ار وده كان اي. ديت اسمها ايه? ار مينيمون. اللي يكون نظر فيه مسألتك هي دي ار مينيمون. يبديه تبديه ليه في مسألة ده يبقى عندي فقط. كمان? وبعدين افضل ريال نمبر عندك هيبقى اسمو ال ماكس. اللي هو كان في مسألتنا النهاردة? اللي هو ده ار ماكس. حلو كده? فبعدين عندك اي مينيمون. اهي? دي البوينت ديت ونقطة دي اسمها ايه? اي مينيمون. اي مينيمون عرفته هتاخدها بكام? زيرو. لان دايما احنا كنا مسألة بتبدأ بسيرشي سيصبيبت عنا لما تبدأ هنا بزيرو ممكن لناها ما تكونش دايما هتاخد حلوان. تكون اي رحمة دانية لكن احنا هنتفرض ان اي مينيمون بيكون بزيرو. الاي مكسما. لانت عندك الحرية المطلقة في اختيار الاي مكسما ولتكن اه اه خمستاشر واحدثلاثين سبتة وثلاثين. امسو ان. هن عايز اجيب اه اتناشا بيت. ايبقى كان اربع تلاف خمسة وتسعيز. شفت ازاي الى الخامشة? كمان? براحتك انت بقى ايلا لو اا اا يعني حد ديك عدد ديك عدد ديك سمعينة انت ما عددش اختيارك. خلاص? قال لك انا عايز اشتغل حداشر بيت عشر بيت يبقى لازم ابتزم بالهو ايه بالترجوض. طيب ده الاي مقسمة. طيب وبعدين انا عايز اجيب الاي خمشة افرد ار. خد اي نقطة النص اونا نقطة دي احدة امه ايه؟ ار هنا و اي هناك. طب مش انت يعلم من ده من الترجو الصغير ده ان اللي اتعلم ان اللي اقاره عن دلتا واي على دلتا ايس. وهو نفس اللي تجيب وهو نفس اللي انتذن هو نفس الخط الماين ده وهو نفس ماين الصغير. فتعال اجيب دلتا واي اعلى دلتا ايكس كبيرا ووزي ودلتا واي على دلتا ايكس الصغيرة. ونساوي يتم بعد ان ان سلوكت على سبيلت لين دا ونسلوكت على سبيلت لين ديني ونسل ليني هذا نسل صحا حتى إن فإن ديني عمريبا هنيجي هنا يا جماعة هنقوله النقطة دي الدفتة وي التحيطة الصغران هنا دي هي هي دفتة وي على الدفتة اكس اي مينس اي مينموم هلو كده؟ في الديني عمريبا الفرق من البوينت دي اللي هي ار مينس ار مينموم ليس كده برضو يبقى ار مينس ار مينموم يبقى يكاين النقطة دي احدثيات هي هي اي مكس يبقى اي مكس ها؟ مينس اي مينموم تمام مينس اي مينموم هنكون بزيلو بس خلينا هنشتار جيرل للاول تضع اي مينموم بكاد عوض انت باية مينموم كان بزيلو ها تدفتة اكس كده لبقى يبقى ايه؟ ار مينموم بس عمريبا بس عمريبا الار مينموم والار مانموم والاي مينموم والاي مانموم كل دا بقى عندك فلاصفين صح؟ يعني مثلا في مسألتنا هنا دا كان 3.8 وده كان 2.1 وده كان 2.1 وده زيرو وده زيرو وده استردوا بقى 31 او غيرو منها الغيرة ورقم حسب هو هيتبقولك او انت طرف كده بقى اصبح فعلا الار فونكشن في الار والار فونكشن في الار عندك الار عايز في الار ممجود الايكوشن دي جبت عايز عندك الار وعايز في الار بالعكس يعني ممجود هذه الاقوشن دي تستخدمة زي ما انت عايز فاحنا جدنا كده ديبنا الار كفونكشن في ف دي اللي هي فونكشن في الار وكمان ديبنا الار فونكشن في الار زيادة كده كويس حتى الان كده عايزنا نجيب الايه؟ ده دلال ده او ده دلال ده ماشي؟ طيب هتحتاج امتى تعمل من ريال ننبر لانتجر ننبر تعالوا ننقش مع بعضها بحية تدي انت الوقتي عندك بيان ننبر ونفسك تحوله الى انتجر ليه؟ عشان تبقى ما اسألت زي ما اسألت الجناتج القديمة بتاعت الاسبوع اللي فات تبقى او اي رقم تاني انتجر بس ما تنساش ان انت كده كده الانتجر ما كانش بيشتغل معاك انتجر اشتغل ايه؟ باينار انا خدت الانتجر كده بس كأنه هو يعني كوبري بعدي عليه ليه البر يعني خدنا الانتجر ده كان هو مرحلة نمر عليها عشان توصل الى الباينار لان كان من الصعب علي التعامل مع ريال مباشرة وحوله باينار فانا خدت الانتجر كوسيط وحولناه من ريال الى انتجر الانتجر الى باينار كده اقدر عملك براحتك بقى تشغل باينار صح؟ يبقى انا ماعمل الخطوة دي همتا هم تحتاج الطريق ده في حالة لو انت عايز تعمل كروس اوور اوور ميوتيشن طب هل ممكن احتاج العكس؟ يعني يكون عنتي رقم باينار وخلاص عملك كروس اوور ميوتيشن تمام؟ هربع باك من خلال الكبري اللي اسمه الانتجر ومن الانتجر اوور ميوتيشن تحتاج امتا الى هكاية دي؟ نعم؟ نحسب ايه؟ فتنس فتنس اكس سكويرد هتحسبها الزي فانت تحتاج في ده في حالة حساباتك لفتنس فهمنا انت بنحتاج ده وانت بنحتاج ده؟ نعمشي؟ حسب بقى المنصف انت عمال رايح جاي سكة كده وخلها منحلال الانتجر تمام؟ طيب بعد ما عملنا القصة وطميلنا انه بعرف اجيب الار بعرف اجيب الار بعرف اجيب الار ده لانتجر اي وبعد اجيب الار تمام؟ كده ممكن نحل المسألة بقا بتاعت I-2.1 equal. I-max هو 3.8-2.1 و I-max الهي 31-0 وتحت الهي 3.8-2.1 تطلع I هي عبارة عن R-2.1 في فكتور هو 31 على كام بقى؟ 1.7 بزارة. خلصتنا قدر بصة مش هسري. مرحلة. وأعيذني ولا أحسستيج؟ أنا يعجيس بالنسبة. كويس؟ والصباح تعلمكم أنك ابتدارك في الجيس لو أنت عيز عندك ال-R وعايز يجلب R، أفترض أنه عايز لعندي العكس. لو أنت عندك العكس، يعني لقى؟ والصباح عايز يجلب R في ناحية وبالك في ناحية. خلاصي با. I. One point seven divided by fifty one. I. That equal R. Plus two point one. لو انا بطان حاجة يصدحي. لان كده مصبوط. مصبوط. كده جيب لأ الاثنين دول. بص بقى عشان تحس بموضوع القوانتايزيشن اللي جاهزة بتقوم بيها تصدنا عرضها معانا. القوانتايزيشن هيحصل ازاي? عايزك تعود عن الاي باي ميليموم اللي هي زيو. حسن? وتشوف هيحصل ايه? لو انا عبطت عن الاي باي ميليموم هي زيو بتطلع اللي هي نفسها باي ميليموم. هل ده منطقي? منطقي. المشكلة دلوقتي دلوقتي ديوانا جيت عبطت عن الاي باي الميليموم هي واحد. مشهد عندك الاي بتاخد واحد من بدل من صيف حدث عبطت واحد. عبطت واحد اللي هتانى خطو. تاني خطو عندك. تاني. يلا تطلع كامل بقى معك الارف في الموقف ده. معلش متجد حد يسيب هنك. تطلع بكامل الارف في الموقف ده. و احن سروع من عشة و احظة الاتحية. تطلع بكامل بقى معلش بحسب. تطلع بحسب. بحسب. 2.500 أو 3.500 100 2.500 هذا ينظر إذا تلخص الموقف التالي عندما كانت 0 عندما كانت 0 كانت 2.1 عندما كانت 1 كانت 2.15 وكذلك كنت كانت 2.1 وكذلك كانت 0 وكذلك كانت 2 وكذلك كانت 2.1 ما عليش مرة كمان حتى يكملي عند 2 نعمل 2 بالكبه عشان نحص أكثر بالأرخم تعال نقومي باتي عوض يلا عن 2 هذه 2.1.7.10 تمام 3.4.10 على 31.2.1.10 تطلع 2. المفروض انها تطلع 2.12 وكام 2.12 تلاحظ معي حاجة بش لو كاملتوا هكذا بقى تلاقي الدنيا ممشى ازاي اتوقع بعد كده ايه حاجة يقول لي 2.25 ان انت تلاحظ معي انت بتزود خمسة من ايه صح؟ وهنا برضو بتزود خمسة من ايه وهكذا بقى صح؟ تمام؟ فهي دي المشكلة الكوانتيزيش الارقام كلها اللي هاتيه في الرنج يعني 2.1 و2.11 لو انت جيت عملت بالعكس لو جيت عملت بالعكس يعني ايه؟ يعني يجينا كل الرنج اللي في النص بديد اثنين ده يا طرد او كانت الارق مسلا باثنين و احداشر من ايه يبقى ايه القاية مقبلة لها؟ انت مش فكر الكوانتيزر كان عملت ازاي؟ الكوانتيزر كان بيحول كل كريت تعالك من خمسة و اثنين في المية لحد مية في المية يبقى ممكن معي ان اقفل ورع وهو تساور مع الغلط بخمستاشر ونبس خمستاشر بقى ده الكوانتيزر فالكوانتيزر عملت ازاي لابين رسلنا هو عمل زي السلالي ازاي انت عارف صح انا لفقتم عمل زي السلالي او في الرنج من كذا لكذا اطلع لك زيره في الرنج من كذا لكذا اطلع لكوانتيزر انت لما تيجي تامي الريم الأنبر بتاعتك وتعطي تحول من بالعكس بالعكس هتبقى عندك مشكلة انت مش عندك تسرش فيه اه وبيعمل اكتمايزيزيشن وبيدور عالماكسما او مينم او مونتبقى بالضبط ما ممكن بقى الحل اللي انت بتدور عليه ده ما يكونش جاي معاك نتيجة الكوانتيزيشن الريم الأررز اللي انت عملتها نتيجة ايه نتيجة الليفلز الريقية اللي انت خدتها انت عارف؟ انت عارف؟ رقم دوت بيصدر ايه متى حد يقولي رقم دوت نستغور ايه متى لو زودت ايه؟ لو زودت الـ مثلا ست ثري اه خليتها بدلا من ايه خانسة بيت لا خليهم عشرة بيت خليهم اتنشرة بيت فكل ما بتزود عدد اللي ايه البيت بيزداد عدد وقناء عليه بتقدر تعمل تقلل الجاب لانه ممكن الحل اللي انت بتدور عليه يكون في النص بين الاتنين وانت مش عارف تجيبه لانه يعني هنا في المسألة دي مش باينة لان المسألة دي واحدة حساسة حلها معروفة وانا عارف الحل بتاعة انا بتكلمها انا شكل الصعب زي مشكلة السرك ده انا شفناها بالبروغرام من الشرنان مرة فاترة وتعايزة فيه سرك الـ يتعملها ازاي دي؟ في مشاكل كتيرة تفرق معاني فانا عشان كده انا خايف يكون الحل بتاعي يكون ده او خايف يكون الحل بتاعي 2.12 الحاجات كده انا ما عارفش عنها انا باعك فهم من المسألة ايه ده بس؟ وده بس؟ الان بتوين اضعها لك صح؟ فبالتاني ايه جيلاتك ممكن ما تقدرش توصل لـ نتيجة الايه؟ ده يعني احنا في الواقع انا عندي من 2.1 إلى 3.8 ده الرنج بتاعك كالانالوج وانت جد السمتهولي الى كم بفل؟ واحد اثنين تلاتة اربعة الى اثنين وثلاثين بجأة من بجأة من بجأة وانتهاءة بجأة بجأة طبعا يبقى افضل وافضل افضل وانتهت عدد دول الضح عددت هم اربعة وستين بدأ من زيله وانتهاء بثلتي تيكس لكن ده الحساب زي ما دخلنا ايه عدد بيتس وعدد بيتس معناه ميموري اكتر ومعناه كمبيتيشن اكتر وقصة ايه؟ فهمنا يا جماعة تأثير زياجة الليفلز علينا ناحية ايه؟ يعني التصايد الفكت بتاعها سواء كنبصر او بي او نيكو بعد ما عملت القصة ايه؟ هتامل ايه؟ خبص انا فهمت ايه؟ ايه من الار والار بالاي عايز عايش معاك في الالغولاد على شناتك ونشوف ازاي حالة نشل هزين المشكلة تمام؟ يعني اعمل كود ازاي بداعي؟ تكتر اول خطوة كانت ايه؟ اول خطوة كانت ايه؟ اول خطوة كانت ايه؟ طب انا عملت خلاصة فوق ماشي؟ اعملت ارقام بي ايه اخطار لي من الثمانية احسن اربعة احسن اربعة يجيهم ازاي؟ لازم احاول الى ومن الى با عندك شوية ارقام ريالي ربما يكونوا مثلا الى اشكله من ارقام نمسخ نشوف مع بعض احسن خلاص دي ماشي ازاي؟ احسن اسألتوا سؤال السؤال دي قلدي لما اتطلع تمانية بروني 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 هل بتطلعهم بروني؟ في الاساس تطلع كده شوية افقام تخريف خمسة بيت بروني؟ ولا تحب بتطلع او تجنرات في الرينش الناس 2.1-3.8 التفرق يعني تمين صليو ليه؟ وده ما تحلم الاثنين او من افتراحين دوت تشوف مين اللي يمشي ومين ممشيش ولا الاثنين يمشي يا امن انك تفضع لي تمانية بروني 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 2.8 راندم نمبر جنراتو ده؟ ايجنرات ارقام مثلا 2.2 و 3.1 بكده 2.11 بكده 3.5 أو 3.98 بره رينش 3.5 ورح تمطلع تمان ارقام تفرق ان انا اعمل كده انا اعمل كده تفرق بس هتفرق في حاجة زيالة ان انت لو هتعملها انا اكلم على كود يعني انت افتر دلوقتي راح تعملت الكلام ده النهاردة كويس؟ لو انا اعملت اه ارقام البيناري دي اشتغل بهم اه كده اه بس في الحالة دي اللي ما اجحسب الفيتنس لازم احول من باينري لانتجر ومن انتجر لي رين وفي الاخر يطلع تمان ارقام هم وهم عشان تحسب الفيتنس فعايز تبتدي كده ماشي عايز تبتدي زي الفوق الكلين زي بعض لان ما تفرح ارقام خمسة بيت راندم باينري بيتنس لان من الاساس تختارهم رينمبر في الحالتين سواء كده او كده خلاص لان عندك رينمبر او عني رينمبر اعمل ايه بقى الخطوة التانية عشان اختار احسن نصف تجديد ده لابد ان انا كنت احسب الفيتنس فونكشن كومبيوت الفيتنس فونكشن تكتريني الجولاد انا كنت اتمنى عليه تتكتص فونكشن اقولها ايه يبقى هنا هي نفسها هتجيب الفيتنس ليه 2.2 وتحسرها تترع 2.2 والفيتنس وتحسرها وتفضل تامت القصة دي على ثمانة اشخاص تتابع الانترفيو معنا بعد ما انت الانترفيو نتيت الانترفيو طلعت اربعة احسن اربعة بتاخدهم اكمل بهم المشوار السكة بتاعك يبقى السلكت ايه من التمانية دول خطوة اللي بعد كده ان انا بسلكت بست ها ترتبهم تبتيب تميازولي اختار احسن اكبر اربعة هتاني ايه بعد كده الخطوة اللي بعد كده بعد ما حسبت الفيتنس اخترت احسن نص الجيل نيجي بعد كده نعمل عمليات نعمل بقى نعمل بقى نعمل 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 بس بس نعمل نعمل بس ارفامي بس ذهكري نعمل نعمل و View نعمل يجب أن تتامل عندها الميوتاشن حسنًا، خمص عمالت الاثنين دول خطوة بعد ذلك طلعت كامل كرموزوم أنت كان عندك أربعة كرموزوم مثل الأساسيين الأباء وهما أثنين أسرتين عندهم أبهم وأبهم طلعوا أربعة أفسترين هتأخذوا الأربعة المداد والأربعة المدام وكامل بهم دين وتروح للخطوة الثانية تحسد الأباء والأمهات الأساسيين والأربعة أولاد تحسدهم فيتنس من جديد لأنهم مجموعون الجيل الجديد يطلع أحسن فعشان نتطال من الحتة دي نضمن الموضوع كنا بيتحسن يوم بعد يوم فعشان كده نعمل فتنس من جديد وتستمر لقصة على هذا المنوات شوفت أنت وانت الشغيل كل شوية عملت تحول إيه؟ إذا دفقنا رايح جاي من لرية العقل هتأخذ بالعكس هتحد مش فاهم الدنيا ماشي ازاي؟ بعد مرور ممكن تتاجل بقى خمسين بعد ألف أو نعملها الأفضل يعني نعتديب لي بعد ما تعمل تحسد لي إذا حبيتش ده ده وده فيتنس فالمتوقع انت عندك فيتنس معينة بلا وانا نسه خالص ما تعملتش أي حاجة الفيتنس طريق بدأت فيتنس ده بحسن بحسن بحاجة ما حصل اول ما حصل معينة بعد اثنين شهريشن تلاتة شهريشن متعدش تكمل اا اكتر من كده انه خلاص انت مش منتظر تحسن من كده ويخلص على هذا النظام ده بالنسبة في التعامل مع نوع بحاجة انا ستصرف عن الخط امت الحقود ده بحول من باينرية من باينرية ده زي بسيطة ايه احنا اكتجناها في الخطوة التانية الخطوة التانية انت عندك اساسا فيتن اربع عم بداية صح بس هم باينرية فلاسي ندعني ايه قبل تفضيك الخطوة التانية لابد ليكون عندك الارقام الضيابي الانت خطة هالي من فوق او باينرية من سليف فايل من سليف فوق تقوم بتعمل هالي الكمبرجن تو انتجر وبعد كده تو عشان تقولوا اكتر الفتنس فانشل اكسس فور لانا البيد في عيس فصلاح حتى الان ده بالنسبة ل الفكتور البوزنطر الـ الريال مرقص تعالي ناخد بقى الموضوع اللي بعد كده هو الـ ازاي تعمل الـ افترض بقى مزهلتك كم فيها وعايز ماكسمايز او تنميز او تميز عمومة الـ الـ يعني ايه يعني عندها ويمشي الريبارت نشوف كده كل صنوتي ان تمشي ازاي ونتعمل معها ازاي في الحلج في الحلج اوه 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 حسنًا X في X طيب الـ X التكبرينجي من كاملكين فعلا نشوف where X greater than or equal 2.1 plus G 5.9 greater than or equal 3.8 0.8 plus G 6.8 السيارة بتاعتك أساسًا complex حتى تعمل تصوّط تعمل مع إزاي الموضوع إن إحنا تعمل إزاي مع complex numbers complex numbers عبارة عاني حاكتين real part the imaginary part كبداية وكا نهاية real part هنا كان بدأت من كام real part range أو social space بتاعنا كان بدأت من 2.1 ونقلص عن 3.8 وال imaginary part كان بدأت من 5.9 وممتل 6.8 إزاي تعمل كرموزون بتاعك أر صعب حاجة تعمل كرموزون ها؟ حيث تتجيز منك والفتنس هما ذول الموضعين الموضعين في أي حاجة الموضعين هو هو بس فتنس هكتوضي شكل كرموزون بتاعك والفتنس هي الفتنس المفتوطة تبقى هي هي هاي فترموز مايز فما فيش خياء كلها هي ها؟ ها؟ وشتبقى هي اكس اكس كونجوكتو عارفين اكس كونجوكت تلاقي ايه؟ كونجوكتو لنا؟ ها؟ ها؟ ده كونجوكتو يعني مثلا ده ألفا تلس جي بيها يبقى الكنجوكتو بتاعها ألفا مي نس جي بيها ده معنى كم الكنجوكتو هلو كده؟ فالفتنس خلاص ما شبه معروفة أنتبع كلا من دلوقتي، الألأ في الكرموزوم صعيز أد ايه، نختار الكرموزوم أد ايه، ويعتبر شكله عامل ازاي، انت عايز تعمل مراتي أوتوميزيشن وماكسوميزيشن، مش على فاريا بالواحد، انا عندها اثنين فاريوز، عارف الناس بيصرافه ازاي في النواقب ده، بيامريدوا أوبريشن، لسه ما خدناش او، بس هات اسمت على كورس استاني، اسمها كونكاتينيشن، انت خدت كورس اوبر، وحتى الميوديشن، النهاردة نتكلم على الثالث وآخر اوبريشن في الجيناتك الآن، اسمها كونكاتينيشن، 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 ايه كونكاتينيشن دي بتعمل ايه؟ مجرد انك تاخد كونفلس نمبر زي ده، وتاخد الالفة دي، تعبر عنها بمبنوعة من الجينات، ستقولي ده كرموزوم، صح، انا وفود اعمل الالفة، بس الاسد، انا عايز اعمل كمان الالفة، فانت لازم ترزينت الالفة ده كمان، ازا كرموزوم، بالشكل ده، وبعد ما اعمل كده، انا اخد انا كرموزوم واحد، لان في الاخر انا تطلع سولوشن واحد، اتحلل مساجي بتاعي، هو كرموزوم في الاخر، زي كانت انت عبارة عن كرموزوم، صح؟ كرموزوم فيه فور صفاتك، كرموزوم، فلو كانت اسمه الفة، وده بيتا، هتأخذ الفة تعمل كمان كات بيتا، ده ليس رمز الاكسدوس الكورو، يعني ده هو رمزة واسعة، بس انا هنا مخدينه، كنت تكتل فوق الاشغالين منه، نعتبره هو ده السمبل بتاع كونكات، لما انتطلع الفة وبيتا، تاخد الفة اللحدة والبيتا اللحدة، ونسيبه جي طبعا، هيبقى عندك سترين كامل جلم الاثنين، النص الاولاني منه هو الفة، والنص الاولاني منه هو بيتا، هل يعتبره عايز تكون بالترتيب بقى؟ اهلاً انت عايز، عايز خلي الفة اللي مين، خلي بتاع الشمال، بس انت تبقى منتزل بالاية؟ باللي انت عملته، يبقى هذا شكل كورمزوم، اهلاً كده يعتبر ايه؟ سينجل كورمزوم، فاهمنا يا شباب؟ يبقى كورمزوم بتاعنا هو معبارة عن كونكتينيشن الاثنين، ريال كارد ولمجوري كارد، طيب هتحصل المشكلة معانا الرؤدي؟ لا، ما شو تحصل، ما انت لسه واحد، حالاً حاطر بوزينت ريال نمبر بشيناتك، تموها دا؟ ريال نمبر، من 2.1 إلى 3.8، ما دا الارقام اللي اخدتها في المسألة اللي فاتت، يبقى ديها تعمل لها جراف من R، هنا R وهنا I، وترسم لها الجراف عامل كده، دا 2.1، وده 3.8، وده 0، وده مثلاً 31، او اي رقم تاني، طب وده تعمل له جراف تاني او إقوائشن تاني، دا R وده R، بس سميها R لا يشتميها اي رقص تاني يعني، لاش نفس السمجل يعني، ها؟ خليها اي سمجل تاني، طب الريج بتاعنا من كندة كان، من 5.9، وانتهاء بي 6.8، هتطلع من أول زير الحج تاني، اي رأيكم الحج تاني؟ هل لازم الالفا والبيتا نفس البيتس؟ ولا ممكن يكونوا مختلفين؟ ممكن يكونوا مختلفين، جنرالي ممكن يكونوا مختلفين، انا عايز اخلي خمسة بيت للالفا، وعشرة بيت للبيتا، طب ليه؟ ليه فرق معك ده؟ بتفصل ساعات ان انت البيتا سنست باكدر، يعني تغيير البيتا مؤثر عندك في الحالة اخرى انت اضرب بتاعك بشورة، صح؟ قدر يعني حسب انت تطبق ده فين؟ فنفترض للالفا، مش مؤثرها، تأثير قوي زي بيتا، افترض مثلا جدا، ها؟ ففي الحالة دي، هخلي عدد البيتس بتوع دول، هيوصل لألف تلاتة وعشرين، ألف اربعة وعشرين، يعني نزير لألف وتعشرين، طبع عندي عشر بيتس، انا مزاجي الباب، اختار لده خمسة بيتس، ومزاجي اختار لده عشر بيتس، بس المزاج ده جاية مش كده، ها؟ تجاية على اساس، على اساس ايه؟ انت عايق استقال الـ كونتاليشن ايرو في البيتا، ليه؟ لان الحلول فيها تقيقة، والتغير فيها بيؤثر تأثير قوي، لكن الألفة لا، نفترض ان دي كانت ايه؟ موضوعك، هلاص؟ يبقى ساعتها زود عندها بيتس شوية في البيتا، واقللهم في الالفة، مش مشكلة، الالفة، الالفة دي مش مؤثرة اوي زي البيتس، هم ازاي؟ ده المعنى، ففي الحالة دي، يبقى الكرمزون هيطلع عندها كان بيتوتا، أمستاشر، هتخلي الالفة هنا مثلا، او، انا اخلي الالفة هنا، يبقى أقللها شوية بقى، عشان همو خمسة بيت بس، هذه خمسة بيت، واحد اتنين، ثلاثة اربعة، خمسة، واخلي بيتا البالي، او، عشرة بيتس، يبقى الكرمزون هيطلع كل كل تهيكان، او مصر شوية بيتس، يعني انا هعمل، بتمانية كرمزون او ألفة، حسن، طبعا، مشكلة وش عبودها، بتمانية كرمزون، كل واحد ميكروزون معبور عن كده؟ او، طب، كرمزون أفر وميكروزون، هل يجب أن يحصلوا في المصر من ألفة وبيتر؟ ولا يحصلوا في أي مكان؟ يحصلوا في أي مكان، لما تأخذ اتنين كرمزون من ده، اتنين كرمزون من ده، وكامل عنده عملية بروس اوبر، انت اختيارك بروس اوبر كونت، هيجدك في أي مكان، انت بتعمل كرم ده الرندل، دعالوا نقش الموضوع ده، هيحصل فيه إيه؟ لو انت بتراني الالجولاد من الدوت، وعندك الخطوة الأولى، فيه كمانية كرمزون، هذه كرمزون من أولين، هذه الثاني، الثالث، الرابع، لحد بيت، آخر واحد، كل واحد من الاثنين كرمزون، وبرع من خمستاشر بيت، انسى بقى ان هم القسم، انساها بقى خاصة، اوكده على برعهم خمستاشر بيت، الجملة بيت، اشتغلت ايه؟ الجملة، ها وبعدين، هتاخد الخمستاشر بيت دول عند مكان ما، ولتكن مثلا، عند ثالث واحد، انت اخترت عن ثالث بيت، عمات الرابع، عن ثالث بيت، راح تعاكس اليمين، جشمال، والشمال بيت يمين، راح تنطلع تلك رمزون، جداية، كل واحد منهم خمستاشر بيت، هتقول لي، كما انت كده أطاعة البيتا، لماذا تدوصناش بقى ألفا وبيتا، خاصة روح تدار كرمزون، على بعضه قطعة واحدة، تحصل في نص، ألفا، نص، البيتا، تي في النص، تيجي زي متين، ده هو الرندميديشن، ده هو ده، هيتقضع أجيال غير مطابطعة قدام، فانت لازم تكون خام جد، طيب، وبعد ما عملت عملية الكروس أوفر بين الاثنين كرمزون، هتعمل ايه؟ عملية الموديشن، تاخد بيت من دول، وكدابها كالزيرو بقى التوان تحت، أو اي بيت من هيا نصها كالزيرو، وكدابها تاخد التوان تحت زيرو، طلعوا الوفيس بريمز، طلعوا الوفيس بريمز، تامي نفس الكلام له على أسر تانية، اثنين كرمزون تانيين، خدت الوفيس بريمز مع الـ تامي العملية في الفيتنس، ازاي تحسب الفيتنس؟ مشكلة الفيتنس، حقيقي، مشكلة الفيتنس، تتحسبها ليه؟ لأنك هنا عندها خمستاشر البيت، تفكين على كده؟ اه، دول خمستاشر، ودول خمستاشر، طيب، عايز ريب الألفا وبيتا، اه، هتفتامي لأشيغي الألفا وبيتا في الموقف تاني، مش عايز انا لقول بقى، انتا لنقوله بعد كده، عايز احسب الفيتنس، الكرموزوم، الولادة اللي ترعو دولة اللي تتين، كرموزوم دول والداب هو، نعمل ايه؟ تفكر كده، طيب، تنساني شوية الدنيا؟ هاي عندها الكرموزوم، ما تنساش انه هو تركبته، انت اللي بتراش عليه، اللي هما ألفا وبيتا، وانت عايز الألفا كان بيتا، والبيتا كان بيتا، عشرة، خمسة وعشرة، عايز اخليه زي بعض، قلت خليه زي بقى براحة، ها، بيرجع بقى لقسم تاني، انت عشان تحسب الفيتنس، محتاج ترجع تقسم الكرموزوم، قل لي لا، لا خلاص، ده عشان صحر بيتر، انت بتباعه، باعمل كروس أوبر موديشن، تنباية جده، تفترض بقى ايه؟ اه، اجزاء بقى لوقت، لا، لو سمحت الخمسة بيت دول معاملة، كل عشرة بيت دول معاملة تاني، هتدخل الاوليين دول تسميهم ألفا، تانيين دول تسميهم ايه؟ بيتا، بس دول الاسف باينالي، ها، ألفا بيتا باينالي، هتبتر تعمل ايه؟ باينالي تو؟ انتجر، وانتجر تو؟ آآ، ريال، بالضبط، يبقى دول، هتضطر يتحولهم من وان وزيرو ست، الى انتجر، ومن الانتجر يتحوله الى ريال، وده نفس الكلام طبعا، من الانتجر الى ريال، ها، طلع عندك الكرموزوم ايه؟ مثلا بعد عملت عنيه دي، وجبت الى الانتجر، ولانتجر رفتي حتى وطبعا، ازا ما تحب، طلع في الاخر معايا، اتنين، ويه، اربعة من عشرة، ثلاث جي، سبتة، واحد من عشرة، قادي يا سيدي ايه؟ الكرموزوم، بس مكتوب بي ريال نمبر، هاجل الفيتنس، لسه لديش الفيتنس، هجي الفيتنس ازاي؟ بالضبط، تعالوا بقى نجيل الفيتنس، بالضبط، الفيتنس في الموقف ده، ما تنساش انها، مبارع عن اكس، اكس وقونجو، طبعا عندك 2.2، بلاس جي، ثلاث وكان، ستة وواحد، في، اثنين واثنين، ضاينة جي، ستة وواحد من عشرة، تطلع كام دي؟ اثنين واثنين من عشرة, اثنين وهين بالأسم من عشرة، يقل اسكو ارّ. وآ انت، يقل أستة وواحد من عشرة سكو ارند، حالة جي ويتجي في مواطن… ثلاث واحد وهين معاصف نقص ستبقى كام، فاتكامل اكامل او لا بث節، خلاص كيا, microscope pain الجي دي يطالع بسفر، في المنز اطلع بسفر، إذا ما تكدت، في ستة وواحد من عشرة كانت، في نقاط شire ستة وواحد من عشرة، فهي جديد في دينة الدين نفس الجانب المتعدين دي. يبقى هنا سبقه. أرسل. طلع ورقم ذا تحسيبه. هيطلع عليها المهمة. فتنس حسبت. تعمل نفس الجردة كم مرة؟ كم مرة كمان؟ سبع مرة كمان. على كل مزودة. وعلى ذا. وعلى ذا وعلى الأسرة الثانية ولا دون مرتد. يبقى عندك تمانية فتنس. نعمل ليه تمانية فتنس؟ تختار أرسل أربعة. تكمل بيوم الايه؟ المشوار بتاعك سي جديد. هل فهمنا كمتلس نمبر كافية تتعمل معه؟ لكي تتعمل مع كمتلس نمبر لابد تكون عارف التعامل ازاي؟ بالريل نمبر الأول. تمام؟ عارفتنا ريل نمبر أو كسانج الواريوم. بعد كده أخذنا المالتي فاريبل أو الواريوم. وهو عملنا كونكاتل اثنين. طب لو كانت مشكلتي أصعب من كده. يبقى احنا بدأنا الجيناتج بالانتجر اللي هي أصابه. واخدنا المكساميزيشن وان كانت الشرشي سكليس مش قادة الصحة عن جزرتي وانا. تقصرين اخوشتنا نوره الفتح. النهارتا نقشتنا موضع بي. هندور الهوتر بوزينت الايه؟ في حاجة أصعب من كده اه؟ فيه مالتي باريوم. مالتي باريوم. مالتي باريوم؟ مالتي باريوم؟ مالتي باريوم؟ مشكلتي أصعب للمدينة. ايه؟ تعتقد عايز ماكسمايز او من مايز؟ لا سلا ماكسمايز. ماكسمايز ايه؟ ايه؟ اف، اكس، واي، وز. ست، تلاتة باريوم. فعليش ممكن نحط طايتل الاول قبل انها تقصد الاكسامبل ده؟ الطايتل اللي في النقشة دروعتي هو الماضي. باريوم. تخيل عندك فيه تلات متغيرات عمية حرارة. وانت عايش سامل اكتوميزيشن. وتجيب اقصى قيمة متاحة. وكله بعدها ليها السيرش سبيس. يعني مثلا تلع ده. مبنى عن اكس سكوير بلس واي في اا واي ماينس زد سكوير. ولا حتى زد كيوب. ها؟ ها؟ ها دي فنكشن مش سالة حاجات. انا تحط بقى اكس فوالي وغالي في زد بالعب جادرة. قط اللي انت عايزه. ها؟ هنا بقى ما تفيش بقى ما تبدوش هاجيبها بعاني. بقى خلاص انتهت بقى طيب اصعب. لو تربط اخطت لك فيها اكس فوالي والاكس الزد والقصة دي. بتاع الموضوع بقى اصعب. مسلا تعال انا تقولها كمان هنا قولت اكس الزد. ماكسمايز يبقى هتقولي كما انا عايز اقلل الزد. صح؟ عشان دي بالماينس فما نشرش كتير. طب انا لو قللت الزد انا هتقلل ده كماني. فانا ممكن اقلل العردونيا كلها. اقولك لا اما هو ده بقى قيوبة فبالاختر. هتبقى فيها شوية الكلام. يعني ما هتضرش كبه هبعانيك زي زمان بقى فرص. دي مش ريبي البرو. وهيديكم الاكس الرينج بتاعها من كامل كامل. بص بقى القياتة دي. من زيرو لحق خمس ومية واحداشرة. او حقا نخليها الاصعب شوية خمس ومية. طب هو الواي. الواي باد امين. عشرة واحد من عشرة. اتنين واحد من عشرة. وتنتهي عن خمس ومية واحد من عشرة. اتنين واحد من عشرة. تخيذت اتنين واحد من عشرة. اتنين واحد من عشرة. اتنين واحد من عشرة. فرق صغير قوي. طفل الا اقا. ممكن تقول واحد يقول ده الفرق. عشان هو صغير. محتاجش الهد الكتيرة فقال بعد البيتس. ممكن تكون. دي احد الافكار يعني. من قصر عدد البيتس الزاد. تقص بقى الزاد دي. الزاد دي كان اكبر من كان. من اربعة و تسعة من عشرة. واقل من ستة و واحد من عشرة. انا جدت لك الالجوريط دي تعجيناتك في مثال واحد. لابن بالدنيا كلها من المرة اللي كانت تكون لقابلها تماما. ومعاك الانتجر اوه فيه انتجر. اوه ده انتجر. وده complex. وده ريدي. وهكذا. ممكن تحط عدد فاريب الاخر. يعني ممكن اجدك فونشن اكس و واي وزد و تي وعالفة و فيتا و سي و اي و اي و سي. بالصبح. مش كده? تمام? ولي بقى شكل كل الصوم عامل ازاي. ولي الفيتنس بتبقى شكلها عامل ازاي. اهل متنين. والالجوريز ما هو. متغيرش. الالجوريز نفس التيبس. ما فيش اي تغيير. الحاجة الوحيدة اللي بتأثر معايا. بشغلنا هنا. هو الكرموزوم شكله عامل ازاي. بالفيتنس. فالفيتنس. فالفيتنس. فرما maximization. هتكون انها. اكس سكوير. فلس وي. فلس وي. ماينس زد. كيوب. فلس اكس زد. زي ما هيبين تفكير. طب الكرموزوم. هيبى شكله عامل ازاي. ده كله ده سيكل كل موزوم. ايه رائع? عايزة تخليها اكس وي زد من الشمال. ايه رائع. بس الاكس احترى كم بيت. اه. الاكس احترى كم بيت. عايزة تدي كود لكل مواطن مصر. عايزة تدي كود لكل طالب في الكل ايه? اه. عندك ميس ومين طالب ولا خمسمية واحد طالب. يكفيك كم من بيت. تسعة. تمام. بس تسعة يبعدي كود بزيارة. صح? بس مشكلة ما يكونش عندي كوب من نقصان. فده هيخليني اختار تسعة عشان يطلح مسمية واحدة طول. فتعالوا نبترح ان هي دي الاكس. ادي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمامية تسعة. دول تسعة بيت. للاكس. كده انت بتعمل ايه? انا بعمل كومكات اكس مع واي. وكومكات مع ز. والقصة مستمر عشان لو كان الفونكشن اسعر من كده. الحقيقة بيكون عندك ماضي. اه? ده عندك انك تكون في مصرح حرارة طلع ونازل وريفل طلع فتانكي وانت عايز تعمل التميزيش. اه? في عشر تلاف فاريب. الكوميزوم ده ده معناس عاب يوصل طوله لألافات البيتس. سامع رقم? الاف بيتس. الكوميزوم الواحد. ده لا قدامي عليها لو ندخلو كوميزوم القصة دي. اه? طيب بعد ما خلصة للاكس. شو بلاينا شوية. بلايه? الواحد لان هي مفرونة. من. في الفة لبتاعت الواحد وفي بيتا بتاعت الواحد. ساحبه لا لا لا. يبقى طوال عشان يطلق. الكمبكس فاطرة اسمها نوصلت امينة. الفة وبيتا. طب الالفة عبارة عن ايه? الالفة كان بادء من عشرة وواحد من عشرة ومنتهي عند خانستاشر اتنين من عشرة. والبيت كان بادء امين. اتنين وواحد ومنخلصة عند اتنين واتنين. ايه رأيك البيتا محتاجة البيتس كتيرا? مش اوي. اصلا هيا بيتش اصلا صغير. لو هي ما عندهش انت معلمات مصبقة عن تأسير البيتا عن المكسيميزيشن. مش فارقة الاوي يعني. هو اصلا ليس صغير. فانت مش همتاج مستطلي فيها عشرة الاف ديفل بها. مثلا الف اربعة او عشي ديفل. على ايه ده هي قلتها فارقة صغير بين المكسيم ومينو. لكن تها فارقة ستادي. فمن 15 هنا كان عشرة. فمحتاج ان انا بحط فيها ديفل كتيرة. فلتقترح مثلا. لما فيش اي معلمات مصبقة عن عدد بيتس وعدد ليفل. اختار مثلا ثلاثة ليفل ولا اربعة ليفل هنا. انا خليم ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. اختار الالفة. سوري ده بالعكس. طيب. ده الالفة هي المكبيرة. اختار لها مثلا متين ستة وخمسين ليفل ولا حاجة. او اخر. كل ما تزاوغ كل ما كان افضل هنا هي ايه دقة الارقام بتعتها. اللي هي غراء عن ثو فور. ايت. يبقى دروس تمانية بيت. تمانية بيت. طب قول بيتا. لا بيتا صغير. خلينا نقول ثلاثة بيتا. ثلاثة بيت كفاية عليها. ثلاثة بيت. تديني كم دي. تديني تمانية بيت. تديني تمانية بيت. تديني تمانية بيت. تجيب بقى ايه ده. اثنين وعشر من مية. واثنين وعشر من مية. كده بقى. تبقى بهذا الشكل. ماشي? لو ايه تفرع معك قوي. زيبوا لعدل بيت في البيت. ادي واحد. اثنين ثلاثة. ثلاثة بيت. اخر حاجة بقى رياني. فكر كده. رينش بتعالك. تفرر الأرقام كبير قوي. ماتينة. مبارا عن. يعني اذا كان مثلا خمسة. اديته ثمانية بيت. اذا كان الاصراط اللي خليها مثلا. هم سبتة بيت. يعني اربعة ستتين لفلس. يعني ادي ستة بيت. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبتة. دي كلها اسمها ايه؟ دي اسمها زت. دي هي زت. امان؟ وهي دي ستة بيت. الكرمزوم بقى سائز توتري. كان دلوقتي. ستة وتلاتة تسعة وتسعة تمنتاشر. وثمانية ستة وعشرين بيت. دكتور ريزيز. ايه واحدة. زي حدثنا تلية من قصة تلية؟ من قصة تلية؟ اه هي دي بديه بالترايز. يعني فيش مثل محدد. هم؟ لكن المعروف. مثل الشرط والقصة دي. لما بتقل عندك رينش بتاعك. ده خلي هنا عزق ليفل قليلة. لكن هنا رينش بين المكسيموم والمي ممكنة فرحة انكبره. هم؟ ليه؟ عشان اقدر اقل الكونزيشن ايرو. الكونزيشن ايرو بتجيبها ازاي؟ الكونزيشن ايرو لو سميتها دلتا دي كونزي ايرو. هي الفرق بالمكسيموم. والمينيموم على عدد الليفل اللي هو توباور ان. فانت لو ما بتقلل عدد الليفل بتسداد الديلت. لان الان كبرت. اه ان لو صبرت. هيديك رقم صغالية. فبالتاني ايه؟ الكونزيشن ايرو بتتسداد. كبر الان خلايا الف اربعة وعشرين. خليلي يعني سوبر الان الف اربعة وعشرين. ساعتها دلتا بالف. فتقص انا اقول هلك بساطة انا اجدها. يعني انا قلنت ازاي؟ قولك الالفة من عشر خمسة. يعني فرقة شامسة كده. فرقة شامسة كده. فانت شايف الفرق الاندول ده. فرق مش كبير. فرق واحد وحاجة ولا اثنين وحاجة. مش كده؟ ما جابش اثنين حقا. صح؟ فيبقى مش محتاج عدد الليفل تتير. في الان ينشي بين المحسن ديون صويرة. مش كده؟ ادي الايديات بدايتنا. فتدقى ستة وعشرين بالتخيل بقى ستة وعشرين بالدول. هتعمل منهم كان نسخة. ثمان نسخ. راندم. والثمان نسخ راندم دي. لما تقام بهم تاخد اي 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 احسن اربعة من ثمانية. بعد ما تاخد احسن اربعة من ثمانية. وتعود وفي الفيتنس وتكتب وتكتب تنزولي وتاخد احسن اربعة وقصة يدي. تعمل عملية كروس اوبر. اتفان عليها. تي بأى ان تي بي بقى خروس اوبر bloينت. تي بأى في مصف الفيتا في مصف الفيتا في مصف الفيتا اقس في مصف فرزد تنت βرح الصورة. امرندم تماما. اي مبعك؟ لا هناك اي اقومة الخيطة. لا شيء فريطي بها م 들يشدها. وهو المسؤول عن احسين اي اجنرائكا. ولكن تتر tengo bi. هذا البت Huang في Brother. هى بالتقلح الفيتا في الفيتا في الفيتا في الفيتا في الفيتس وفي الوال. ستازم حوالي بالزد. هتعمل فمكاتل X مع Y مع Z مع مع كذا مع كذا في الاخر انت كومت كده بايه؟ الكرمزوم كامل همان؟ الحاد عندي فؤال حتى الان دوت بالنسبة لـ يعني هوقف على كده بشغل الـ وهيبب اتكلم بقى في الدقيقة يدية عن الوجب بس الحالة الموجب هيبقى في نكس كده مع شغل الـ يعني هتكلم نابزة كده بحاجة ما هناخد محاضرة ونوضخ اكثر الاتنين مع بعض. يعني احنا هندي بس فكرة صغيرة كده عن المفروض 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شفت مكسمايز جاتا ارية عندك ولا لا امتا كل شكلة انت رغم تغبت مشاكل خيبة مكسمايز إكس سكوير هنا المشكلة حقيقي اه يعني انها اكاد امر مختصة ان انت لسه ما تعرفس احكاية البلاك دي هتبالت في المحاضرة على الامج لكن هي الموضوع لحد ما نشوف المخضرة الثانية أو الثالثة بقى الجاية يعني انت في الوقع عندك image تختار اي image براكة ماشي؟ والimage دي احنا عايزين نعمل compression لها ومش بس كده ننصميز compression ratio يريدك تخليل compression ratio اكبر ما يمكن ليه؟ لذا معناه ان انت عملت تقليل لكمية confirmation المطلوبة لتغزين مثل هذه ايه؟ images امام؟ ايه رأيكم؟ فتنس هنا بتقول ايه؟ يعني بنا افترع فتنس مع بعض كده دلوقتي فتنس هي ايه؟ واحد على ايه؟ طيب نتفكر ايه هي compression ratio كانت تقريمها في ال image خدناها تعريفة كانت N1 عدد الفتنس الاصلية اللي في الصورة الاصلية وان 2 ده بعد ما عم ترى compression لكن ايه تخليل N2 في كيلة بصيف يبقى compression ratio كل ما تبقى اصبحت صح؟ طب ايه رأيكم؟ نقترح الفتنس الاركان CR ينفع وان ده خليها واحد على CR طب روي الاول ايه اللي يتطهر فيه يعني فيه مشكلة يعني بالكده يعني او حاجة اوكل اه نحن نتفكر يعني انا بتكلم شو ايه خلاص انسى اه التكنيج ده انا مخدموهش و ايه بلوك ده انا مش عارف فاتكلم من احية الاجئة اه اه الاجئة كده ايه؟ انا عايز اقسميز السي ار اه؟ اتخلي السي ار دي بثلاثة اتخليها احسن بقى تمانية تمانية اتخليها لي عشر تلاف فا ايه رأيته؟ نخلي فتنس انا كامل مين؟ قول ما اتخبش قولها قول اول خطر اه نخلي فتنس انا كامل نخليها انت بما انا انت عايز نسميز الفتنس ففتنس فانشن انا بينا فكر فيها تده؟ هتلاقي هي نفسها سي ار لكل ما السي ار تبرت كل ما الفتنس باخرد ياريتك تعمل كده طب و ايه كاته بلوك تده؟ بلوك تده؟ يعني انت بتقسم الامج بتاعك كل الحجم بتاعها كرو وكولوم تعتبر بي في كيو مقاسات واحدة بتقسمها الى سبرة بلوكس بي في كيو بهذا الشكل وانا بقى مش عارف لا فرق لما اسمها ثلاثة احسن او ثلاثة اتنين احسن? او ايه بالضبط يعني هل يطلب اتنين في اتنين فتقسم بلوك اتنين بكس لتنين بكسة صباح؟ ولا الثلاثة الاثنين أقويس ولا الثلاثة يجري سرشيكورب مقامل، يجري سرشيكورب؟ إنه سرشيكورب، أو عشر في عشر، أو مئة المئة، أو أنت عندك مشكلة سرشيك، عندك كم فاريب العاكس السرشي عليك؟ كم فاريب؟ اثنين هم مين؟ بي و كيو، هل هؤلون قمبلكس نمبر؟ لا، ليس قمبلكس نمبر، هل هؤلون قمبلكس؟ تفقد، الفيدا ليس عدد القرص، والكيو دا نمبر القرص، يعني أنت هنا تلوث مثلاً تلاثة، أو الأربعة في تلاثة، أو أربعة في أربعة، يبقى في النهاية هو إيه؟ يبقى مشكلتك مفهاش لكمبلكس، ولا فيها رئيب؟ لأن أرقام كلها صحيح، كلها تكسر، فإنت عندك الفي والكيو، أرقامها إنتجة، فمشكلتك سهل، أنت كل الموضوع هتعمله دائماً كمكات، كمكات يعني إيه؟ يعني هتغفل الفي والكيو في كرموزوم بقاس الشكل، وتحطوهم في سنج الكرموزوم تعمل في أمكات كيو بهذا الشكل، بس أي شكل الكرموزوم دائماً؟ التيو وكيو؟ التيو وكيو هي بلوك، يعني بالضبط اللي بيحصل إيه؟ أنت تفكر لما قدت نعمل كومبريشن كلها بنعمل سكيل، ندور على، أو يعني المفروض أنت بتلادي المنطقة كلها لون واحد، فأنا أقول لك، لو كانت الصورة كلها اسود، أو صورة كلها بيضة، مش دائماً أعلى كومبريشن، لا، إن الصورة كلها لون واحد، فإنت بتحاول تجمع المناطق، أو بتشوف أكبر أليا، اللي تخليها كل المنطقة دي بجريغ لفل واحد، يعني مثلاً يعني، نفترض أن دي كان لونها دي ثلاثين، دي ثلاثين، دي ثلاثين، دي ثلاثين، دي ثلاثين، أو نقول، نشتغل باينري، خلينا نشتغل باينري، كان كلها سودة، المنطقة دي، مش يبقى كويس، لو أنا عبرت عن بلوطة كلها، برقم بيت واحدة، وانت عندك أي مقابلة، دي إما نسود، الصورة بتاعتك باينري يعني، وانت عايزة تتهم عليها، فهتخيل معي أن كل دي منطقة سودة، المنطقة السودة دي كلها، أنا عبرها كبلوطة، وأبعث لك حاجة، أنت كريسيبر، وتستبهل مني حاجة تقول لك، أن بلوطة كامل، بعادها بيتس كتيرة، يعتبر فيه سفر، وانت بقى عندك حرية الاختيار، تختار الـ بالمقاس، دوت بمقاس أكبر، ولا أكبر من كده، ولا إيه بصدر، على حسب أنت عايز تجمع منطقة بلون واحد، كلها سودة، كلها بيضة، فده البلوط بيعمل كده يا جماعة، البلوط هو مجرد بالقاس من الـ بتاعتنا إلى أجزاء، بحيث بنطمع أن يكون البلوط ده في منطقة سودة، كلها على بعض، أو منطقة كلها بيضة، ليه بنعمل كده؟ عشان أنا بستفيد بالتكرارية اللي في الـ أو في الـ اللي فيها، بحيث أن أنا أعبر عنها في إيه؟ بحاجة واحدة، فأنا أبعتها لك كزا مرة، وكزا بيتس، لا أبعتها لك مرة واحدة، أقول لك، أجي بلوك كله اسود، بلوك كله أبيض، يبقى أنت مش محتاج مني إيه؟ معلومات تفصيلية كتيرة، فهي الـ بيناقش، إزاي تماكسمايز، الإيه؟ الـ بحيث أن انت تجيب لي أحسن بلوك سايز، على أي حال، لو مش عفوما خاص، اكتبني الموتش حاجة، ها؟ ونكمل في الـ تقطارها، آه، بفرور، في معنى الآن بلدو، الفيتنس التي تطع سيارنا بساعدة، الفيتنس سيار موسيار، نظبط، آه، آه، يعني هي تطع سيار، ما أنت في النهاية، يعني بس، أنت محتار، تقطار بلوك سايز معي، أنا لو اختارت بلوك سايز، الأساسي الم sprint, تطع لي محقن الوكما Preccope 2. بينما لو انا كنت اخترت المدوة بلوك سايز، ندبول أكبر شويّه، مشابت при ال lleva، ستطع لي محن الوك συνاتف بلوك، إذا تطع لي محتار الوكماد umm 1. ل Sunday – أم بقى لو سانت من تقطار المدوة بلوك سايز أكبر، تدمبوا لي مدو كون تود أكبر بلوكض راشئ، هو اكيد ال二موتوما وعشرة. اتعرف دلتك الان مواصلتك. في الفيتنس انتعرف معنى الفيتنس ايه? انت بتحاول تتدور على اكبر تقدر ينكر تحققها عمليا. فديها تحصل عليها باتخاذ معين. ثلاثة اثنين فتحين اربعة وخمسة انا لسة مش عارف. اختاروا على اساس. اجيلوا شوية. اجيلوا الايه? لمحاطر الدنيا. وايس. واحنا مع نفسنا ما خلي كونفرش الراشيو أقوم بلك كل ما تبر كل مكان أفضل اكتباً باكوة موالا كل ما تكبر كونفرش الراشيو كل ما كان ده هدف لين فكهوه إنت بتدور على تيو تيو ولي فكهوهلي أعلى كونفرش الراشيو هل فهمت هذا الاصلي ويقده مش ايقابكم؟ حسناً شوفوهداً نصر والنصر الزبط بقبار بلكو أخرش حشان عندنا شرعة